اشتركوا في القناة تربك صناع القرار الاقتصادي هم ماضين قدما في رفع المعدلات الفائدة لكن ما هو تأثير كل ذلك على السوق والأسهم استركيز نزار أصعد الله أوقاتك نهركم سعيد بالفعل تراقب الأسواق المالية في الوقت الراهن الارتفاع الكبير في عوائد سندات على سبيل المثال شهدنا ارتفاع عوائد سندات الحكومة الأمريكية السحقاق عشر سنوات إلى أعلى من 2.8% وهي أعلى مستويات منذ ثلاث سنوات الأسواق المالية أو تحديدا في الأسواق السندات يتم تسعير رفع كبير بالفائدة في الاحتياط الفدرالي الأمريكي قد يبدأ الشهر المقبل مع توقعات أن يتم رفع الفائدة بخمسين نقطة أساس دفعة واحدة وبحسب مجموعة سي ام اي التوقعات أصبعت اليوم بأربع وثمانين في المئة أن نشهد رفع كبير بأسعار الفائدة الشهر المقبل كل ذلك مرتبط في معدلات التضخم ونحن اليوم أيضا بانتظار مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة الأمريكية والذي من المحتمل أن يظهر ارتفاع آخر في معدلات التضخم بل هي قفزة إن صح التعبير من سبعة فاصل تسعة في المئة إلى ثمانية فاصل أربعة في المئة أو حتى أكثر من ذلك وهذا يظهر بأن هناك معاناة حقيقية بالارتفاعات التضخم وأسواق الأسهم قد شهدت توترات خلال الفترة الماضية ما بين توقعات تجاوب الفدرالي مع هذا الارتفاع الهائل بالتضخم إلى جانب موضوع مهم آخر وهو أن ارتفاع معدلات التضخم سيتطلب استثمارات ذات عوائد أعلى من معدلات التضخم المحتملة والتي أشرت إلى أنها قد تصل إلى ثمانية فاصل أربعة بالمئة مما يقلص الشهية للمخاطر مما يجعل المستثمرين يبحثون عن ملاذات أخرى واستثمارات أخرى قد تفوق ارتفاعات التضخم مما يبقى على حالة التوتر الكبيرة في أسواق الأسهم الأمريكية بل في أسواق الأسهم العالمية نعم جيد سركيز دعنا ننتقل إلى الذهب وأنت خير العارفين بالعلاقة التقليدية التي تجمع ما بين الذهب والدولار يرتفع الأول فينخفض الآخر وإلى ما ذلك لكن هذه المرة نشأ حادثة ربما لا تحدث كثيرا الذهب يتجاهل ارتفاع الدولار ويرتفع هو أيضا ويتجاهل إرهاصات رفع معدلات الفائدة ويرتفع ما هو سير تمرد المعدن الأصفر على هذه الكوابح التقليدية بالفعل كما تفضل الدولار الأمريكي يرتفع عوائد السندات ترتفع وهذا كله يرافقه أيضا الارتفاع في أسعار الذهب اتدنا بالفعل أن نشهد علاقة عكسية ما بين الدولار الأمريكي والذهب لكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأن هناك ظروف أخرى متعددة تؤثر في أسعار الذهب بداية التوترات الجيوسياسية شرق أوروبا تدفع المتداولين للاستمرار في طلب الملاذات الآمنة ثانيا توقعات ارتفاعات التضخم الهائلة تطغى على توقعات رفع الفائدة في البنوك المركزية حتى الوقت الراهن فأسعار الذهب بالفعل ترتفع مع توقعات ارتفاع التضخم رغم التوقعات برفع الفائدة في عديد من البنوك المركزية تشمل الفدرالي الأمريكي هذا الأسبوع أيضا من المحتمل رفع الفائدة في نيوزلندا 25 نقطة أساس في بنك كندا 50 نقطة أساس وهذا كله يحد من ارتفاعات الذهب لكن ترتفع أسعار الذهب الآن بارتباط مع التوترات الجيوسياسية شرق أوروبا إلى جانب توقعات ارتفاع التضخم فنحن نعلم بأن الذهب يعتبر غيطاء ضد مخاطر انخفاض القدرة الشرائية للنقد وبالتالي يستفيد الذهب من توقعات ارتفاع التضخم أخيرا أضيف نقطة مهمة هناك ما يسمى منعكاس منحنى عوائد السندات في الأول من هذا الشهر شهدنا انعكاس في عوائد السندات الأمريكية تحديدا عوائد السندات استحقاق عامين وعشرة أعوام وهذا الانعكاس أعطى انطبال المتداولين بأن الاقتصاد الأمريكي ربما سيكون متوجه إلى الركود خلال فترة 18 شهرا مقبلة وهذا بحد ذاته أيضا تسبب في موجة من الطلب على الذهب لكن كما أشرت الدولار الأمريكي بارتفاع عوائد السندات بارتفاعها توقعات البنوك المركزية تحد من القوى الصاعدة لأسعار الذهب رغم أننا نشهد هذا الارتفاع الذي من المتوقع أن يستمر لبعض الوقت لأن المتداولين حاليا يقيمون مخاطر ارتفاع التضخم ومرة أخرى أذكر بأننا اليوم بانتظار بيانات التضخم بحسب مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية والتي قد يكون لها تأثير مباشر على المعدن الثمين جيد جيد ساركيز دعنا ننتقل إلى أسواق الطاقة وأسواق النفط التي تستأثر بكثير من الاهتمام بطبيعة الحال لأن النفط هو كلمة السر في كل ما يدور الآن في العالم وما فرضته الحرب والمواجهة الأوكرانية الروسية إلى أين ماضي أسعار النفط رغم التراجعات النسبية التي حدثت فيها وملامسة المئة وإلى أي مدى الاحتياطيات والسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية التي تنتهجه بعض الدول قادر على سد الفجوة التي تحدثها النفوط الروسية خاصة في ظل تحذيرات أوبيك من أن النفط سيشهد ارتفاعات مضطردة لغياب النفط الروسي بالفعل هناك حالة من التوتر الكبير في أسواق الطاقة السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية للدول والتي منها الولايات المتحدة الأمريكية والتي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن نهاية الشهر الماضي كلها ظروف تزيد من التوتر في أسواق الطاقة لماذا؟ لأننا لم نشهد حتى هذه اللحظة أي خطة يتم وضعها لتعويض السحب من المخزونات الاستراتيجية الطارئة كل ما يدور حاليا في أسواق الطاقة هو محاولة تخفيف الضغوط السعرية على المدى القصير وفعلا ساهمت إعلانات السحب من الاحتياطيات في ذلك إلى جانب كما نعلم الإغلاقات في الصين بفعل انتشار فيروس كورونا هناك أيضا ساعدت في تهديئة الارتفاعات الكبيرة التي حصلت في أسواق الطاقة لكن مرة أخرى السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية خطير جدا ونحن الآن لم نشهد أي خطة لإعادة بناء هذه الاستراتيجيات التي وصلت لأدنى مستوى منذ عام 2002 في الولايات المتحدة الأمريكية بالتالي قد تشهد أسواق الطاقة توتر كبير خلال الفترة المقبلة ما بين انخفاضات بتأثير من هذه الخطط إلى جانب الإغلاقات في الصين لكن من ناحية الأخرى بالفعل لو تم وضع المزيد من العقوبات على روسيا التي تنتج نحو 10% من الاستهلاك العالمي اليومي قد يكون له أيضا تأثير داعم على أسواق النفو ولن تكفي هذه الخطط من السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية لكبح جماع الارتفاع في حال بالفعل تم فرض المزيد من العقوبات شكرا جزيلا لك ساركيس نزار وأنت محلل الأسواق العالمية في إيكويتو جروب شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك